السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسل سنقول لكمبيوتر برعاية موقع تعلمه اه فكرة وتقديم وحدثكم امراهيم عبد الحميد منتج واخراج احمد شافيقنا ده من غمر المنصورة مصر رقم التلفونات صفة ستاشر خمسين سبعة عبرين تلتمائة تسعة وعشرين او صفة سبعتاشر خمسين سبعتين ستة وتسعين ليرن اونلاين وانات جيميل دوتكم فيرو جروب ااتياو دوتكم دي الايميلات هنبدأ مع بعض النهاردة شرح فكرة موسطة جدا عن قاعد البيانات يعني ديت مجرد مقدمة يعني قاعد البيانات انما مش هنتكلم عنا ولا برنامج بالمبرامج قاعد البيانات بس ممكن نشوف شكل برنامج برنامج قاعد البيانات اللي هو برنامج الاكسس يبقى بجاية مع مجموعة ملكيسوفت اوفيس ضغطنا كده فتحنا ده برنامج الاكسس منيجي من هنا بس لنقول له عايزين نعمل قاعد البيانات الجديدة وبعدين من هنا يقول له يوم لانك داتا باس بسائفها فين بقول له على ديسكتوب ويقول له يقوم بقاطة بيانات هذا هو قاطة البيانات بصبت. يبدأ عملية ادخال البيانات في الأول فكل واحد منهم يسمى field. الثلاثة التي تسمىه فيلدس. هذا فيلد واحد اثنين ثلاثة هذا اسمه الـ field name. هذا الـ field بتاع الـ data type نوع الـ data. هذا الـ field بتاع الـ description. الوصف. كل واحد بالعرض افقي اسمه record يعني اسجل. ندوم في كل اسجل المعلومة اللي انا عايز اعمالها. وبعدين بعمل اكتر من جدول من الجداول ديت. يعني الجداول دي ما بقاش جدول واحد كذا جدول. وبنعمل ما بينهم مجموعة علاقات. هذا بيسهل علي ان انا اوصل لمعلومة معينة عن اي جدول من الجداول او بيان معينة عن اي اه حاجة من الحاجات اللي انا دخلت عنها مع البيانات دي. لو نحبين نتعلم قاعد بيانات او نبدأ عمليا في تعلم قاعد بيانات. الناس اللي بعد ما تفرج على الفيديو تحب انها تكمل في الموضوع. انها نشرح بس فكرة قاعد بيانات. انها مش هنتكلم على ازاي تعملها اصلا. انها نشرح بس فكرة مبسطة عنها. قد يكون كثير من الناس مش محتاجين انما في ناس برضو محتاجين. فالناس اللي اول مرة تسمع على الموضوع ده في السلسلة وحابة تكمل. تروح على الخطاة بتاعي على الفورد شير تضغط على الملف اللي هتلاقوه موجود معكم انكم تتليلت تحميل المزيد. اااااااااااا واحت хот على البراوسر بتاعنا. ونعمل في Cell Boy ونضغط على جاهLET في موقع على الخطاة بتاعي. او ممكن من المدونة بتاعتي اللي هي www.learnonlineone.blogspot.com دي المدونة بتاعتي لو انت حابب تحمل اي حاجة من الحاجات متعلقة بكمبيوتر هي مدونة اصلا هدفها تعليمي هي مدونة تعليمية هدفها توفير مواد تعليمية في فرعة حاصلات الكمبيوتر والهندسة المدنية لو انت حابب تتعلم اه مع دكتور عاطف عراق اللي هو شرح مشروع عملي على موضوع قاعد البيانات ده واخد المثال اللي احنا هنشرحه حالا ونفاهم منه يعني قاعد البيانات هو العامل المثال هو العامل طبعا فاخد ده وعمله فعلا على قاعد البيانات ايه على برنامج الاكسس فانت لو حابب تعمل الموضوع ده تضغط على اللينك من اللينكات اللي في الاول دول اكسس اعطي في رأيي برطة تلاتة برطة واحد برطة اتنين دوتات اجزاء بتوعه هتخص على موقع وتبدأ تعمل لو انت دخلت على اكاونت بتاعي عملت تلاقي حاجات كتير جدا لو انت حابب تتعلم اي حاجة اي برنامج ما البرامج لانا هتطلق يبقى كده عارفنا ازاي نوصل للمدونة ومن المدونة هنلاقي حلقات سنة الله وكمبيوتر وهنلاقي كمان حلقات اا وتسجيئات الدكتور عاطف حلقات اللي عايز يتوسع وبرامج تانية كتير اللي حابب بردك يتوسع في مختلف الحاجات من هنا ده الجزء التاني اضغط عليه يبدأ يعدي للكم ثانية اللي هو عايز يعدهم وبعدين يخليني اعمل زي ما انا عايز ده الحاجات المتاح اللي انا اا عايز اتعلمها ده بتاع الصيانة ده بتاع السيانة برضو وكمبيوتر بيزيكس السيانات الكمبيوتر اللي عاملها شركة ميكروسوفت الاي سي دي ال انا اقوم دخل على الاي سي دي ال تعليم اوفيس الفين وداتا اوفيس الفين وسبعة وردك موجود برا للي اللي عاوزه اا ده الاكسس دكتور عاطفها فاضغط على اي لينك ده ادوات تات اجزاء بتوع اضغط على اي لينك طبعا مشهورين جدا عن انترنت واتلاقي ناس كتير متعليمة منهم ومسفيدة عندك اهو الف داونلود والف وتلتمية والف ومية ستة واربين اه فاضغط على اي لينك او ده بارت اتنين بيقول كليك تود اول مضغط هيعمل لي عمليات الداونلود عادي جدا موقع الفوتشير موقع مشهور من قول الناس بتحملنا عليه. نقفل بقى الصفحة دي هنا كزلك هيفتح لي نفس اللينك اللي هو كان فاتحوني. احنا كده عرفنا ازاي نوصل للتعليم بتاع دكتور عاطف هدائي من على الانترنت من على الاكاونت بتاعي لما اجيلك الفايل بتاعي كنت تريد تحميل مزيد او اه من على المدونة او من اي حتة انت عاوزها او لو دخلت على حتى جوجل وكتبت اه ممكن تدخل على جوجل وتقول ايه قاعد بيانات الدكتور عاطف هدائي اكسس الدكتور عاطف هدائي اي حاجة هتطلع لك كمان لينكات من على ايه المنتدات اكسس الدكتور عاطف ارائي خلاص ده اللينك اللي احنا كنا اياه فتحناه نشوف شكله اهو تجميع دورات دكتور عاطف فرق ده موضوع بتاعي المصور ده الموضوع بتاعي هتلاقي موجود على المنتدات اتحمل فيديوهات واشرعات مهمة دكتور عاطف فرق اه اكسس واكسل واتلاقي تحت الدكتور عاطف فرق اهو كل اللينكات ديت موضوع دي اه اه اغلبها تقوم داخل على ايه موضوع او ممكن يكون في واحد تاني ممتدى لقاعد البيانات ده ده ممكن يكون حد تاني عامله اه اي حد اه اي لينك من لينكات ديت شوف المتدى اللي انت مشترك فيه او المتدى اللي انت تحب تخش عليه ودخل ايه حمل من عليه ده لو انت عايز توسع في موضوع قاعد البيانات ده نفس الموضوع عائد اطراكم الدونود ونخش على على ديت ناس رد علي وعملت عريقات اول المهم لو عايز ارجع على موضوع الاسدل من اللينك ده هرجع للصفحة اللي وجدت فيها بتاعت صفحة الاسدل حمل من عليها اللي انا عايزه تاني كويس جدا نقفل كل ده بقى ونخش على موضوعنا وهو شرح فكرة يعني قاعد بيانات دي مجرد شرح الفكرة يعني مقدمها بسيطة جدا مش هتاخد وقت منها ان شاء الله ونشرحها وطول باسم منها الرحمن الرحيم قاعدة البيانات اسمها بالانجليزي data base قاعدة بيانات اسمها من الانجليزي data base لماذا قاعدة بيانات انا بستخدم قاعدة بيانات زمان الكلام اللي انا اقوله ده دكتور عاطف اي لو احسن مني طبعا الف مرة وبس انا عاملها عشان نكمل السلسلة مارضيتش ااخد بتاع دكتور عاطف لان دكتور عاطف شرح الموضوع على بعضه فانا مارضيتش ااخد الجزء بتاعه ودخله جواه السلسلة وكمان هو ملوش راحب السلسلة انما انا استأذنته في ان احنا نسجل المحاضرات بتاعته هو ازني فانا ايو 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 اي اسمها مني قال واختل encima لاتفه بحث уناSL what w wrong Media مع السريح بحث ان الناس تفهم بس يعني قاعدة بيانات للناس اللي عايز اتعرفها من باب ضرق الجهل او يعني من باب ايه اي اي من باب العلم بالشيء لماذا قاعدة بيانات يعني انا بعمل اااا جدول وجدول وجدول مجموعة جداول براكبهم على بعض الجداول ديت او يمكن او اقدر اعمل جدول واحد بس يبقى كبير الجداول ديت بدخلهم في بعض بحيث ان يتكوني بيانات عن مجموعة اشخاص يعني مسلا اعمل جدول لمجموعة اسامة اشخاص هاقوم مسلا الف شخص اللي شغالين في الشركة بتاعتها واعمل جدول عن مرتبتهم كويس وبعدنا اعمل جدول عن حالتهم الاجتماعية متجوزين ولا مطلقين ولا عزال واعمل جدول عن موقفهم التجنيد واعمل جدول عن انواحهم يعني نوع كل واحد ذكر انسة واعمل جدول عن كذا واعمل جدول عن كذا واعمل جدول عن كذا واركب كل الجداول دي على بعض في قاعدة البيانات بحيث لما احتاج معلومة معينة عن اي شخص فيهم ابحث عن احمد الاي شغال في الشركة مية واحد اسمه احمد كل واحد بقى متجوز ولا مطلق ولا عزب وموقفهم تجنيد ومرتبوا وحالته الاجتماعية وكذا 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 كل البيانات لها محتاجة عمل. ببساطة جدا جدا. من خلال عملية بحثة ببساطة جدا. اشهر محلقات البحث في العالم اللي كنا بتعامل معها هو جوجل. جوجل محرك بحث. اه في العالم قبرة عن قاعدة بيانات. يعني ده اشهر قاعدة بيانات واشهر محرك بحث في العالم. كنا بنخش عليه بالنائج جوجل وصلنا للنتيجة اللي انا عايزة. كتبت له كلمة فهو جاب لي اللينكات اللي عنيت بتتعلقها بكلمة ديتي. ليه? لان جوجل بيبحث في آآ المواقع التانية وبيفهرصهم. يعني بيحطوهم جوه قاعدة البيانات بتاعته. فجوجل عبارة عن قاعدة بيانات. بس قاعدة بيانات ضخمة جدا لدرجة ان انت هل لك انت تتخيل ان يكون جوجل عبارة عن تمانية بليون صفحة يعني تمانية مليون صفحة عن رقم خرافي. فازاي تقدر تعمل الموضوع ده آآ في موضوع قاعدة البيانات. احنا بنجد مقدمة ولو عايز تستكمل ممكن تستكمل مع دكتور عاطف. بس احنا بنكلم ازاي تنظم تفكيرك. ازاي تنظم تفكيرك في عمل قاعدة البيانات. مش يعني الكلام اللي بتعمل على الورقة والقلم. لازم فيه جزء من قاعدة البيانات بتعمل على الورقة والقلم وبعدين تدخل على الكمبيوتر. ده جزء اللي احنا بنكلم فيه. كتمهيده كتبسيط للموضوع. فيه حاجة تانية بقى عايز اقولها. نسيت. آآ لما افتكر ابقى هنا. نمزق قاعدة البيانات ، نضغط اخر вас في قاعدة البيانات. هو قامنا جداول. ده تابلس جداول. ده الجدول. ارجح عمل عماية ادخال الله. ادخال البيانات ده بتmutه من خلال اصنية نمازك الان Lithuums. يطلع اللي فورمة اession. بقى امداخل كوان البيانات advisory a اخراج البيانات بتطلع اللي ايه بتطلع fill in baby Rhebort. يبقى اصلا بعد ما اعمل قاعدة البيانات اعملформ بحيث ان *** بقية دي تنية مفتوحة. ما تتفيلش. آآ اقدر دخل فيها بيانات واقدر اخرج منها بيانات. ما اقولوش بقى بعد كده انا مش محتاجة ادخل بيانات جديدة. اذا اعيز اقفلها بقفلها. انما طول ما انا فتاحها كده من خلال الشكل اللي انا عايزه او البيانات اللي انا عايزة عن اشخاص جداد. ومن خلال روبرت وبطلع ايه بعمل سيرش او بعمل اي حاجة انا محتاجها عن ايه عن الاشخاص اقدر ربعها اقول البيانات الموجودة من خلال ايه التقارير دي التقارير دي هي اللي بتطبع وفي الشركات بيعتمدوا عليها كتير جدا في انه يقول لك ايه دور لي افقات البيانات بتاعتنا عن كزا فانت تقوموا دور عن كزا وطبيعه بحيس ان هو يطلع يرجع يشوف هو ايه فقوات البيانات بقولنا يعني ايه يعني مجموعة جداول ده جدوى شوية عمدة وشوية صفوف العمود ده هو اسمه فيل الصف ده هو اسمه ريكورد ده العمدة والصف آآ من خلال مثال مجموعة الجداول اللي بتركب على بعض بتتركب على بعض يعني بتتبهوا تطريب معين وبيتسموا اسمه معينة وبيتحط لهم ارقام معينة بقاس انهم هم يتركبوا على بعض فيه اكتر من طريقة لعملية تركيبهم على بعض دي تصميم الجداول قلنا ان احنا عندنا الفيلدس وعندنا ريكوردس ده الحقول والايه والسجلالة المثال اللي هو يضربه هو جدوى الكبير قدامهم ده جدوى الكبير مثلا فيه تسع بيانات عن ايه اشخاص اسميهم عاطف هرائي صار واطصاء احمد محمد احمد وكل واحد وظيفته ده مدرس 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 مدير ده مستشفى الجامعة الزأزيق مدير طبعا الناس اللي كانوا مدرسين ده وقت ما كان دكتور عاطف بيكتب انما دوقتي هم بقى السازة عندنا في كلية مدرسة جامعة آآ الزأزيق آآ المدينة الزأزيق آآ نوع ده جدوى الكبير احنا عايزين من جدوى ده ان ارشفه النقطة اللي انا كنت ستكلم عليها ان انت لو تلاحظ ان زمان كان عندنا في المؤسسات الحكومية قسم اسمه قسم الارشيف وما زال موجود في بعض المؤسسات القسم ده بنستعيد عنه في قاعد البيانات ببرنامج الاكسس قاعد البيانات يضم كل السجلات والمعلومات اللي احنا محتاجين نتفز بها من السنين اللي فات وعن العاملين اللي اشتغلوا في الشركة بتاعتنا وعن العاملين اللي اشتغلوا في مصحة بتاعتنا بدل ما نعمل آآ آآ ارشيف نسجل في كل كل الكلام ده على ورق في اخذ ورق آآ مكان ومساحة كبيرة جدا فكان زمان في قدر ازمك الموضوع الارشيف ده ما عادش موجود لان مفروض ان قاعد البيانات دي واحد بقى مسؤول عنها قواعد البيانات بتاع الشركة واحد بقى مسؤول او اتنين او تلاتة روما مسؤولين عنها في الشركة ومتاحة لكل الناس اه تخصصهم متعلق بيه او وظيفته متعلقة بموضوع قواعد البيانات ده او مبني عليه. نرجع لموضوعنا الجدول وبيانات لهواتف الاشخاص. فهو قال لك طبعا اخد الجدول ده وزبطه. اعمل اطلع منه جدول صغير اسمه بيانات الاشخاص. يعتمد على الشخص. يعتمد على اسمه. ا ده عاطف هرائي موظفته مدرس. قليلة لهندسه الذي صار واطساء مدرس كليلته هندسه ازه 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 احمد محمد مدير مستشفى الجامعة ازه 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 ازه. كويس؟ مسؤول الشخص واحد اتنين تلاتة. ده بيانات الاشخاص. عندما جاء بصر behold هل تلك الهجب لئ. جاء بص τους واحد اللوات لا بعد حدث؟ لأ. انه انان بقينات تلفونات. اولا هنفعل مسؤول الشخص ده عادي. احنا نعمل مسؤول الشخصhd اخترنا واحد لعاطف اتنين اللي صاره التلاتة لاحمد فده هنعمله هنا تاني فلا ان عاطف له كزا تلفوه له اربعة وصاره له تلاتة واحمد له اتنين فلا اربعة وحاية تلات اه اتنينات وبعدين مفروض يبقى في ايه تلاتين اللي تحت بدوها تلاتين بس هو ايه كتمام المهم يعني دي تلاتة ودي تلاتة كويس مسلسل الهاتف بقى لك الهواتف داغر 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 ده فنعمله مسلسل تاني من واحد لحد تسعى هناخده طبعا من الجدول الرئيس الجدول الكبير ده ده الجدول اللي بيبقى موجود في الارشيف فانا هاخد الارشيف او السجلات اللي موجودة عندي في كورق احولها لقاعد البيانات طبعا لو جتا نقلها كلها تتعبني وتبقى مورفة جدا من نسباني فالسمة التقسيمة ديت تحيس يسهل على التعامل معها وتصحيح الاخطاء اللي موجودة فيها بعد كده فقال لك لو لاحظت نلاقي هنا مسلسل الشخص هو البرمت من الاتنين ده البرمت من الجدول ده وجدول ده مسلسل شخص ده واحد واحد واندين ثلاثة بس بتكراره طبعا حسب ايه التكرار البيانات بيانات لهوايتف قال لك طب بعد كده هنشيل احسامي معها ونجحنت هتعامل بأسامة الاشخاص هنقول لمسلسل الهاتف من واحد complicated 9 وبعد نوع الهاتف وسننقوم جدول اللي بيانات لهوايتف فنلاحظ نلاقيäg ان فيه نوع الهواتف تصريطها تاني. بحسن مسلسل حسب نوع الهاتف. فيبقى الهاتف من نوع منزل ده واحد عمل اتنين تلاتة محمول. فيعمل كده واحد اتنين تلاتة عمل الهاتف محمول. وعمل كمان مش آآ هاتف آآ زره عشرة تلاتة وهاتف زره اتناشر اربعة. بيانات انواع الهواتف. هنجي بقى الانواع الهاتف. طيب انت عندك منزل وعمل ومحمول كليك وآآ مبنيب. ايامية طبعا كتشركة كليك قبل ما فدافونت اشتريه كليك. محمول كليك ومحمول مبنيب. ده تلاتة واربعة. وكمان هنعمل جدول اللي هنشوف ايه موضوع المدن. زقزيق. هجب قصة هنا لقى المدينة عملها مسلسل. زقزيق واحد وبعدين القاهرة اتنين والاسكندرية تلاتة والمنصورة اربعة. فانا هكتبهم ايه كل البيانات ده حاول ارتبها في جداول بحيث ان كل بيان يعبر عنه برقم. عن طريق الارقام ابدأ اربط. ما بين الجداول. هنا نفس الفكرة الزقزيق القاهرة اسكندرية المنصور. عمل هو نفس الموضوع هنا. وجاب بس ايه اسم المدينة. فلاقي الزقزيق في الشرقية اللي مش عايف ايه. فلاقي فيه بيانات المدن وكمان هربطها بالايه بالمحافظة. يبقى عمل بيانات المدن. مسلسل مدينة هو واسم المحافظة. وبعدين مسلسل المحافظة واسم المحافظة عمل سبع محافظات. وهنا المدن اللي من السبع محافظات. وربط ما بينهم عن طريق مسلسل المحافظة طبعا نبقى نلاحظ هنا الارقام دي. يعني هو لما هيبص عايز يعرف آآ الزقزيق دي فين? هيبقون بص في الجدول ده. هلاقي ان الزقزيق دي آآ طبعا رقامها واحد. بتبع محافظة رقم واحدة. طب ايه المحافظة رقم واحدة يبص هنا هيشارعية نفس الفكرة القاهرة. عايز يبص يعرف تابع محافظة ايه فيبص ايه بص يعرف محافظة. دعه اسكنديرية المنصورة اربعة تابعة يدي اهليه. فيبص هنا اربعة. يبص هنا في اربعة جهيها فيبص هنا اهليه. بس طبعا يلاقي اي اربعة؟ هيبص لللااربعة بتاع المستثل المحافظة. اللي هي العام المشترك مبينة الجدولين. فنجد ان احنا عملنا مجموعة جداول اللي هي قدام نديها الجداول ومربوطة مع بعضها. ده جدول 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 خمس جداول. مسلسل الشخص واحد اتنين ثلاثة وبعدنا ربطنا بمسلسل الشخص. جينا هنا من الجدول ده بيانات الهاتف عملنا هنا مسلسل اه بيانات انواع الهواتف. يعني بيانات الهواتف انواع الهواتف. وبعدنا دخلنا بيانات المحافظات وبيانات المدن. المدن هي اللي دخلها هنا واحد اتنين ثلاثة وبعدنا طلعنا من المدن اللي مهم ان احنا نحط بيانات المحافظات. طبعا اي جدول من دوت لو انا عايز نستغنها ببيانات وبحزفها وخلصت مش محتاج ان انا اعمل حاجة يخرجنا في الاخر خمس جداول بالشكل اللي انا شايفينه نحول بقى الكلام العربي ده لكلام انجليزي اه فنقول person info اللي هي person information فعمل person id والperson name ال id اللي هو المسلسل بتاعه والرقم الكودي بتاعه والname والperson job والperson job address الperson اه يعني عمل الشخص وعمل اه الشخص عنوان عمل الشخص والست اي دي الرقم بتاعه المسلسل يبقى ماشين بالترتيب يعني ده هو ده وده هو ده هو ده وده هو ده وده هو ده واخيرا ده هو ده بالمس لكل الجداول كده عشان نحول الانجليز عرب وناخد بقى الكلام ده نحطه في قاعدة البيانات بتاعتنا اعمل الخمس جداول دولة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخلي الاكسس يربطني بقى انا عملت قاعدة البيانات بتمثلي الجدول الكبير اللي في الاخر ده طب هل كان فيه بديل لان انا عمل قاعدة البيانات اه كممكن اعمل بدل قاعدة البيانات الجدول اللي هو ده اي وده ده بيمثلي كل المعلومات اللي موجودة في قاعدة البيانات فانا كممكن اعمل جدول كبير زي ده اعملوا مسل في ايه برنامج في الاكسل. في ايه برنامج? بس طبعا هي بقى صعبة عليها اجادة البيانات ودراستها. انما قاعدة البيانات بقال في مزايا كتير بتقدر تقدمها لي برنامج الاكسس وفي غيره من البرامج بقدر اعمل في قواعدة البيانات ديت حاجات كتير اه يعرفها الناس اللي بتشتغل على قواعد البيانات. تبقى كده استعادنا بس البساطة جديدة جدا فكرة يعني ايه قاعدة بيانات بس من باب العلم بالشيء اللي عايز يتوسع في الموضوع هيلاقي الكلام ده مشروع احسن مني الف مرة اه مع الدكتور عاطف هرائي وبعدين يوم ده اخد دكتور عاطف هرائي في شرح الاكسس اه نفسه. والخطوات اللي عشان نعمل قاعدة البيانات اللي احنا بنقول عليها ديت اه ازاي نعملها اه كمان على الاكسس خطوة بخطوة تمشي مع الدكتور عاطف وانت هتعرف تعملها فعلا. شكرا لكم على حس استماعكم. شكرا لكم على حس استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارجو ان انا مكونش قد اسقلت عليكم.